يقول لقد كثر تبرج النساء داخل وخارج الحرم ويكثر النصح لكنهن لا يستجيبون فهل من كلمة لأولياء الأمور وما هو الواجب تجاه هؤلاء النساء الذين يتبرجون واجب على النساء أن يتقين الله هن جئن لطلب الأجر فكيف يعصين الله والمعصية في هذا المكان مغلظة مغلظة الإثم فكيف المرأة تأتي تريد الأجر ثم تأثم تحمل نفسها بالآثام فعليها أن تستر نفسها وأن تحتجب وأن تعرض عن السفهة ولا تلتفت إليهم عليها أن تحافظ على كرمتها وعلى دينها وعلى أولياء أمور هذه النسوة أو الفتيات أن يتقوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويأخذوا على أيديهن ولا يضيعهن لأن بعض الناس يأتي بعائلته من بنين وبنات هو يجلس في الحرم يصلي ويقرأ وبناته وأولاده يسفهون في الأسواق ولا يرعاهم ولا يحفظهم من هذه الأمور هذا أمر لا يجوز له لو بقي في بلده وفي بيته وحافظ على أولاده أحسن لهم من أن يجيبهم يضيعهم هنا وعليك أنت إذا رأيت شيئا من هذا أن تبلغ الهيئة هيئة الحرم لأن الحرم له هيئات أعضاء الهيئة تبلغهم في هذا الواقع وتبيلهم المكان الذي فيه هذا المنكر نعم